أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من صوت لبنان الافتراقات أكثر من التوافقات ومصار التصعيد من عدمه يقرره اجتماع لهيئة مكتب المجلس النيابي اليوم للبحث في جدوى لأعمال الجلسة التشريعية حيث الخيار من اثنين إما ينكفئ بر أمام رفض قوى المعارضة والنواب التغييريين والمستقلين إنعقاد جلسة تشريعية على اعتبار أن المجلس هو هيئة ناخبة أو يستمر في جو العمل لجلسة تشريعية قافزاً فوق الجو العام والمسيحي خصوصاً وقد يكون مسنوداً في هذه الحالة إلى قبة باطن عونية ولو أعلن بسيل تحفظاته عن الجلسة إضافة إلى تبلور موقف التشناق وعدد من النواب المستقلين في الانتظار الرئاسة ورقص دائم في الهاوية بنسخة مكررة للتعطيل المستمر فيما الدولار المتروك على غاربه لن تؤثر فيه مناشدات أو مطالبات لدى سلطة ماضية في رعاية الانهيار